بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله انتهينا من الدروس الأربع الأولى والآن نبدأ بالدرس الخامس الدرس الخامس حول طرق ثبوت بثاقة الرابي كما تتذكرون قلنا لا نستغني عن دراسة الرواة لا نستغني عن علم الرجال والذين كان لديهم رأي آخر نحن ناقشنا حججهم فقلنا نحن بحاجة الآن في هذا الدرس نريد أن نعرف كيف نستطيع أن نحصل على قناعة بالنسبة إلى بثاقة الرابي فأولا نبدأ بالتوثيقات الخاصة إننا التوثيق يعني قد يكون لدينا بيّنة أو دليل على بثاقة الشخص نسميه بالتوثيق هذا التوثيق يمكن أن تكون خاصا أو عاما نعني بالتوثيق الخاص هذا الاستلاح يعني نحن بحاجة إليه في المستقبل كرارا فرجعا تذكروا هذا المصطلح التوثيق الخاص يعني توثيق ورد بشأن شخص خاص يعني يتعلق بالراوين واحد مثلا نريد أن نعرف هل يكون علي بن إبراهيم مثلا أو إبراهيم بن حاشم هل يكون واحد من هذين أو مثلا ذكرية بن آدم أو زراره أو محمد بن مسلم هل يكون واحد معين محدد من هؤلاء هل يكون موثوقا به أم لا هذا بحاجة إلى التوثيق الخاص التوثيق إما عام أو خاص التوثيق الخاص التوثيق الذي يتعلق بشأن راوين واحد محدد معين مثلا هل يكون زراره موثقا أم لا هل يكون محمد بن مسلم ثقة أم لا أما التوثيق العام وإن شاء الله سنبحث حوله في المستقبل هو أن نستطيع أن نوثق بتوثيق مجموعة من الروات عن طريق إعمال قاعدة من القواعد في علم الرجال مثلا إذا نستطيع أن نقول مثلا الذين هم من أصحاب الإجمع إذا نقلوا رواية عن شخص هل يكون ذاك الراوي موثوقا أم لا ربما هناك أشرات أشخاص تقع تحت هذه القاعدة ألا تهال التوثيق إما عام أو خاص الآن نبدأ بالتوثيق الخاص الأول نس أحد المعسومين عليهم السلام إذا هناك رواية من أئمة المعسومين عليهم السلام أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشخص وفي تلك الرواية هذا الشخص عرفه ووصفه بأنه شخص عدل أو ثقة صادق هذا يسمى بالنس أحد المعسومين عليهم السلام ومن باب التوثيق الخاص طبعا إذا هذه الرواية بنفسها ثابتة عندنا يعني الرواية التي تنص على وثاقة شخص من الرواة هي بنفسها رواية صحيحة معتمد عليها هذا طريق جيد لتوثيق واحد من الرواة مثلا نفترض هناك رواية في رجال الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب مسيب قلت للرضا عليه السلام علي بن المسيب يقول قلت للإمام الرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت المسافة بيني وبينكم بعيدة وأنا لا أكون قادرا على أن أسألكم مباشرتان أي شيء أحتاج هذا يقصد لست أصل إليك في كل وقت فعن من آخذ معال مديني إذا لا أستطيع أن يأتي إلى خدمتكم مثلا هنا ما كان الإمام في المدينة ففي مدينة مثلا مدينة قم ماذا أفعل؟ من من آخذ معال مديني؟ فقال من ذكري بن آدم القمي إذا تتذكرون نحن كان عندنا إشارة إلى جلالة قدر ذكري بن آدم في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي الإمام الرضا يقول من ذكري بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا هذا الإنسان الذي بالنسبة إلى أمور الدينكم وبالنسبة إلى أمور الدنياكم تستطيعون أن تعتمدوا عليه هو لا يقول أي شيء كاذب أو أي شيء غير مستند ف إذا هناك رواية يرويها ذكري بن آدم خب هذا الحديث يدل علىنا هذه الرواية من هذا باب يعني بالنسبة إلى ذكري بن آدم ليس فيه مشكلة لأننا أثبتنا بثاقة ذكري بن آدم طبعا إذا هناك روايات آخرون أيذن نحتاج إلى دراسة أحوالهم ولكن بالنسبة إلى ذكري بن آدم لا يبقى لدينا أي شك أو ترديد بأنه إنسان يمكن أن يؤخذ برواياته حتى هو يعني أجل من هذا هو كأنه مرجع علمي للشيعة فالتوثيق من أحد المعصومين إذا كان واردا في رواية قوية صحيحة حول شخص من الرواد هذا التوثيق نحن نأخذه به ولكن آية الله السبحاني حفظه الله يذكر أمرين الأمر الأول في الواقع هو يذكرها أن أستاذه الإمام الخميني قدس سروه يقول يقول إذا يكون ناقل هذه الوثاقة يعني مثلا لو كان الشخص هو ذكر أن الأمام قال هذا بشعني لو ذكر شخص مثلا لو كان ذكر ابن آدم بنفسه قال هذه الرواية الآن كان علي ابن المسيق لو كان ذكر ابن آدم نفسه يقول الإمام الرضاق قال هكذا أو مثلا محمد بن مسلم يذكر رواية عن الإمام الصادق بشعن وثاقته خب هنا لأن الرابي يذكر هذه رواية حول نفسه لا نستطيع أن نعتمد عليه لأنه يصبح دورا نحن نريد أن نعرف هل يكون هذا الرابي موثوقا أم له إذا نعتمد على توثيق من الإمام هو يذكره هذا لا يمكن ف الإمام الخبيني كان يقول لو كان ناقل الوثاقة هو نفس الرابي هذا يثير شيء من سوء الذن طبعا لا نريد أن نقول هذا كذب لا ربما صحيح خب هذا شيء ربما قال الإمام وهو من واجبه أن يذكر للآخرين ولكن يجب أن يكون لدينا طريق آخر لبرحنة هذا لأنه يكون الدورا الأمر الثاني الرواية التي وردت عن أحد المعصومين عليهم السلام بشأن راب من الرواة عن غير طريق هذا الراب فليس هناك المشكلة الأولى ولكن هذه الرواية كما قلت يجب أن يكون رواية صحيحة وعلى الأقل رواية معتمدة عليها مثلا رواية حسنة ورواية محفوفة بالقراء لا يمكن إثبات وثاقة الراب بالرواية ضعيفة عن أحد المعصومين عليهم السلام هذا إذن واضح لا أظن فيه مشكلة إذا نريد أن نعتمد على رواية حول أحد الرواة حتى نوثقه هذا الرواية يجب يكون ثابت لدينا لا يمكن أن يكون الرواية مشكوك فيها الأمر الثاني ف هذا في الواقع يعني الطريق الثاني للتوثيق الخاص هو نس أحد أعلام المتقدمين إذا بعض فحول العلماء الرجاليين من القدماء من الشيخ ومن قبله يذكرون توثيق شخصا مثلا البرغ الكش ابن قول واي في كتاب كامل الزيارات طبعا الصدوق في أي كتاب المفيد النجاش شيخ الطوس إذا إذا هؤلاء ينسون على وثاقة الراوي هذا إذن طريق يمكن أن نعتمد عليها طبعا هذا يحتاج إلى شيء من التوسع في البحث هناك من يقول يعني ربما شخص يقول أنا لا أقبل قول شاهد واحد بالنسبة إلى وثاقة الراوي خبر الواحد حجه ولكن في الأحكام فقط في الموضوعات نحن بحاجة إلى البينة والبينة في كثير من الأحيان شاهدان عدلان وقد يكون في بعض الأمور حتى نحن بحاجة إلى أكثر من شاهدان ربما أربع شهدان أربع شهود ف آيات الله سبحانه يقول هذا بحث أصولي في علم أصول الفقه يجب أن نعالج هذه المشألة هل يكون خبر الواحد حجة في الأحكام فقط يعني في الشبهات الحكمية أو في الموضوعات أيضا مثلا في إثبات طهارة نجاسة عدالة هذه الأمور زوجية عدم الزوجية هو يقول رأينا هو أن الخبر أنه خبر الواحد أو خبر الثقة يعني الواحد الذي يكون الثقة يشمل الموضوعات والأحكام معا إلا رجعا التفت إلا إذا كان هناك دليل شرعي يدل على لزوم التعدد فقول الثقة خبر الواحد حجة في الأحكام والموضوعات من دون فرق إلا إذا كان هناك دليل خاص ما من عام إلا وقت خصة مثلا في المرافعات في باب القضاء هناك خصومات بين الناس لأجل أن لا تكون هناك أي غمور أي مجال لأجل أن يشوح شخص هذه المسألة نقول نحن بحاجة إلى شاهدين أو مثلا في رؤية الهلال لبداية شهر رمضان أو بداية شهر شوال نحن نقول نحن بحاجة إلى شاهدين إذا ليس لدينا اليقين لا نعتمد على رأي شخص واحد لأنه مسألة عامة وربما تعثر آلاف وملائين أشخاص في المدينة أو ربما أشرات ملائين في بلد ففي هذه الأمور نلينا دليل خاص لأجل أن نقول بأننا بحاجة إلى تعدد أما بشكل عام لا بعث بمراجعة الثقة في الموضوعات أيضا فلعجل ذلك هو يقول نص أهد الأعلام من المتقدمين من فهول علم الرجال يكفي نحن نقبل لا نقول يجب أن يقول البرغي والكشي معا أو النجاشي والكشي معا نحن نقبل شخص واحد ولكن هناك ربما مشكلة أخرى وهذه المسألة ذكرناها بالمناسبة في إحدى الجلستين السابقتين لو يقول بأن خبر الثقة حجة في الحسيات وليس وليس الحسيات هذا إشكال مهم وهذا صحيح نحن نقبل خبر الثقة في الحسيات يعني هنا ما هو يشهد بشيء ما كان بحاجة إلى عملية استدلالية أو إعمال شيء من الاجتهاد ليس حدسا حسا إذا يكون حسا نعم هو سمع هو رعا شيئا ويخبر ويشهد بذلك لا بس أما هل يكون إخبار هؤلاء العلماء من المتقدمين إخبارا عن حس أو يكون إخبارا عن حدس يعني هم بسبب خبرتهم العلميات يأخذون بعين الاعتبار جميع القرائن الموجودة ويحصلون على رأي اجتهادي بشأن شخص ويذكرون لنا هذا هذا ليس إخبار عن حس هذا هو الإشكال نحن لا نوافق طبعا مع هذا ولكن لأجل أن يتذح العمر خاولت أن أوذح المشكل بشكل واضح أما الجواب نقول كلامكم صحيح بشأن الكبرى يعني لا نقبل قول الثقة إلا إذا يكون إخبارا عن حس وليس عن حدس ولكن ولكن في كل ما نحن بصدده من شهادات هذه العلماء من المتقدمين من علماء الرجال المسألة مسألة حسية وليس مسألة حدسية مثلا النجاشي هناما يذكر رأيه نحن نرى في كثير من الأحيان هو يذكر أقوال الآخرين أقوال الرجال حول ذاكراوي مثلا يقول هذا الشخص ثقة ذكره أحمد بن الحسين ذاك الشخص مثلا غير ثقة ذكره كذا يعني أنت تفهم بأنه ما كان يعني يجتهد ما كان يعتمد على حدسه بما أنهم كانوا غريبين من زمن تلك أولئك الرواد كان لديهم معلومات حسية معلومات مفصلة و لعجل ذلك نحن نعتمد على شهادتهم ومثلا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة كتاب العدة ليس في علم الرجال العدة في علم الأصول ولكن في كتاب العدة هنا يبحث عن حجية الخبر الواحد يقول الشيخ الطوسي هذا وهذا موجود بالكتاب يقول إن وجدنا الطائفة طبعا هذا بحاجة إلى التقدير وبحاجة إلى الشكر بأن علماءنا كانوا مهتمين بهذه الأمور بأن يكون كل شيء مستند وكل شيء مضبوط يقول إِنَّا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار يعني ما كانوا فقط ينقلون الروايات لا كانوا يذكرون اسماء الروايات وإذن قاموا به تمييز الروايات به تمييز الرجال يعني ماذا يعني تصنيفهم بالصنوف المختلف من يكون موثوقا من ليس موثوقا فوثقت يعني وثقت الطائفة الثقات منهم وضعفت الضعفاء فرقت بين من يعتمد على حديثه وروايتي وبين من لا يعتمد على خبره مدح الممدوح ذم المذموم في بعض الأحيان قالوا فلان متهم في حديثي فلان كذاب فلان مخلط فلان مخالف في المذهب والاعتقاد طبعا المخالفة في المذهب ليس دليل على عدم الأخذ بالرواية ولكن هذه المعلومات كلها موجودة وليس إلا أن حسن طبعا في أظن كان في الجلسة الأولى قلت هنا ما نقول أن حسن يعني كل حس لأنني هنا ما مثلا أكون مع شخص وأعرفه ومثلا يكون صديقا مثلا أش سنوات خب هنا ما أنا أشهد على عدالته أو وثاقته ليس أنني رأيت العدالة العدالة ليس شيئا تراه بالعين ولكن شيئا من الحس يعني أنت تشهد حسب تجربة شخصية كأنه حس يعني ليس حدسيا لأنك لديك تجربة شخصية مباشرة ظهر لك العدالة بشكل محسوس العدالة الشيخ خطوس رحمه الله يقول فذكروا هذا الشخص رأيه هكذا وغير ذلك من الطعون وصنفوا في ذلك الكتب وستثن الرجال في جملة ما رووه في التصاني في فهارسهم حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بالرواته فكان هذا المنهج العلمي موجود عندهم ويقول هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرب هذه كان يعني عادة مسجلة مضبوطة عند العلماء فكلامنا هو أن شهادات المتقدمين كانت شهادات غير معتمدة على الحدث الأمر الثالث هذا بحاجة إلى البحث بعد نص أهد المعصومين بعد نص أهد أعلام المتقدمين كيف بالنسبة إلى أهد أعلام المتأخرين يعني من تأخر عن الشيخ التوسي العلماء الذين جاءوا بعد الشيخ التوسي يقول آية الله سبحاني هذه التوثيقات الواردة من المتأخرين من العلماء إذا تكون مستند إلى الحس خب لا بأس يعني هم وصلوا على معلومات حسية وهذا المعلومات كان عندهم موجودة ونقلوا ونقلوا لنا مثلا الشيخ منتجب الدين المتوفق سند خمسماء وخمسة وثمانين وابن وابن شهر آشوب المتوفق سنة خمسماء وثمانية وثمانين خب يعني هؤوم كانوا قبل أكثر من ثمان مئة سنة قريبين نعم ليسوا مثل الشيخ التوسي ولكن بالنسبة إلينا هم قريبين جدا من ذمن الروات وكانوا لديهم معلومات الكتب الرجالية القديمة كان موجودة عندهم كانوا يعتمدون على السماء بالنسبة للتوثيق والتضعيف فلا بأس نحن نقبل هذه الشهادات لأنها مستندة إلى الحس يعني ننظر في شهاداتهم كشهادة حسية أما إذا كان حدسية مثلا في المتأخرين من المتأخرين يعني كل من جاء بعد الشيخ التوسي في هذا المصطلح يكون متأخر ولكن من جاء قبل الشيخ التوسي ربما يكون في القرن الأول والثاني بعد الشيخ التوسي ويكون في القرون الأخيرة مثلا ميرزا استرابادي أو مثلا المجلسي أو بهاني وعردبيلي أو هؤلاء الأشخاص بعد ألف سنة مثلا أو أحد أشار ألف مئة سنة يعطون فإنما يقولون بأن هذا الرجل أندي ثقه لا يعلم أنه كل هذه مؤتمد على حس نعم إذا كان مؤتمد على الحس ويجب أن يكون إذن ونحن ننظر إلى الشواهد الموجودة فلا يعتبر الشهادة إذا كان مؤتمد على الحد كما يذكر هو الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في باب الشهادة قال عليه السلام لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك أنت تعرف كف أولا هذا الكف كفك ليس لشخص آخر وبعد ذلك أنت تحسه وتراه وتشاهده لا يمكن الإنسان أن يشهد بشيء إلا إذا لديه هذا النوع من العلم والمعرف خب هذا الدرس الخامس ننتقل إلى درس صادق وهو بالنسبة إلى مسألة متأخرين نريد أن نتوسع أكثر ونكمل هذا البحث بهذا النقل نقول المتأخرون من العلماء طبعا شهادتهم إذا يكون بسبب اجتهاد علمي بسبب حدس ليست معتبرة من باب الشهاده ولكن هل يمكن أن نقبل رأيهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة يعني هم لديهم اختصاص لديهم خبرة ونحن نراجعهم مثلا الطبيب رأيه ليس رأيا حسيا إذا مثلا طبيب ينظر إلى العلائم والآثار لمرض من الأمراض بعد ذلك يحصل على قناعة بأن هذا الإنسان يعاني من هذا المرض وهذا ليس شهادة حسية شهادة حدسية نعم ولكن نحن نقبل لأن الطبيب مختص ولو كان الطبيب مثلا حسب هذا يقول بأن الصوم يضر بالصحتك وأنت تعتمد على رأي هذا الطبيب لأنه إنسان مختص وإذن ملتزم لا بأس لا يمكن أنه قال لا هذه الشهادة ليس الشهادة مستند إلى الحس فاليك أن تصوم لا أنت إذا حصل لديك الخوف من كلام هذا الطبيب المختص فتعتمد عليه أو مثلا إذا هناك مثلا شخص عضر بمال شخص آخر مثلا كسر مثلا سيارته ذهب وكسر مثلا زجاج نافذت بيته مثلا نريد أن نقيم الخسارة حتى هو يتدارك كيف نحن نقيم نرجع إلى أهل الخبرى نقول حسب خبرتكم هذا كم يكلف لأجل يغير أو يصلح فهذا ليس مستند إلى الحس ولكن نحن نقبل لأن الرجوع إلى أهل الخبرى قاعدة أقلائية مقبول بها في الشريعة فيمكن أن يقال العالم الرجالي الذي صرف أقود من عمره في معرفة الرواة فرعيه بالنسبة إلى الوثاقة وعدم الوثاقة رأي أهل الخبرى ولو أنه ليس حسيا نحن نقبل ليس من باب الشهادة نعم لا نقبل من باب الشهادة ولكن نقبل من باب أهل الخبرى هذا كلام لا بعث به ولكن مشكلة أنا أقول هذا من خارج الكتاب المشكلة هو أن رأي أهل الخبرى حجة لغير أهل الخبرى فمثلا لو كان إنسان عامي يريد أن يعرف وثاقة شخص نعم يراجع إلى عالم الرجالي المتأخر مثلا المعاصر ولكن إذا يكون هناك مجتهد لأن مجتهد يحتاج إلى توثيق الروات ليس العامي هل يجوز للمجتهد أن يكف عن عملية الاجتهاد ويعتمد على رأي أهل الخبرى هذا هو الأمر العلماء عادة يقولون المجتهد يجب أن يجتهد حتى في مقدمات الفتوى يعني إذا هناك قائدة في علم الأصول وقاعدة في علم الرجال وقاعدة في علم الدراية وحتى في اللغة المجتهد لا يمكن أن يعتمد على رأي المجتهدين الآخرين هو يجب أن يكون لديه قناعة ف يمكن أن يكون رأي العالم الرجالي المتأخر يعد من باب رأي أهل الخبرى ولكن المشكلة هل يكون رأي أهل الخبرى كافيا لأهل الخبرى يعني خبير لخبير آخر أردت أن أذكر لكم هذه المسألة لدينا مشكلة في الواقع بالنسبة إلى أخذ آراء العلماء المتأخرين من دون المناقشة نعم إذا هذا العالم قام بجهد علمي وبحث كل الأمور المجتهد ينظر وبعد ذلك يتخذ القرار ولكن بمجرد أنه يقول أصلاً لا أريد أن أدخل في التفاصيل لا أريد أن أنظر إلى الشواهد هذا العالم الرجالي في كتابه ذكر هذا ويكفي هذا ليس يعني ما يتوقع من المجتهدين حسب يعني فهم الثاني الأمر الثاني خجية الخبر الموثوق بالصدور نحن قلنا في المؤصول الفيق الدليل الوحيد حسب شيخ سبحاني أو أهم دليل لحجية الخبر الواحد هو بناء الأقل إما هو الدليل الوحيد أو أوضح الدليل هو بناء الأقل وبما أن هؤلاء الأقل بناءهم وسيرتهم مستمرة إلى زمن الأئمة المعصومين والأئمة كانوا لا يردعون ولا يمنعون هذا فأسبح مقبولا لدى المتشرعة أيضا فخبر الواحد إننا حجة ولكن هناك رأيان هذا بحاجة إلى الدقة رأي يقول إن الحجة هو خبر الثقة بما هو الثقة وأنت لا تحتاج إلى أن يحصل لديك الوثوق بالصدور الرواية مجرد أن الثقة أخبرة يكفي لأنه في الظروف العادية خبر الثقة يورث الوثوق يعني وثاقة الراوي تنتج الوثوق في أنفسنا ولكن بعضهم قالوا لا نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا وثوق بالصدور الخبر إذا يكون الراوي ثقة ولكن لا يحصل الوثوق لكثرة مثلا أشخاص الذين وقعوا في هذا السنة أو مثلا الراوي ليس ثقة ولكن هناك قراء تغنعنا بأن هذا صدر عن المعصوم هذا يكفي فآية الله سبحانه يقول إذا يكون الملاك والموضوع للحجية في خبر الواحد أن يكون لدينا وثوق بالصدور الخبر ففي بعض الأحيان شهادات علماء المتأخرين مفيدة جدا لأنه يؤتيكم مجموعة من القراء والشواهد يحصل لديكم الوثوق لا يكفي لتوثيق الراوي ولكن يكفي لتوثيق الصدور هذا أمر أما الأمر الأخير وإن شاء الله ننهي هذا الدعس طرق الوثوق بالصدور الرواية إذا شخص يقول كيف يعني أنتم تميضون بين وثاقة الراوي والوثاقة في صدور الرواية يعني الرواية صدورها موثوق به كيف نقول هناك قراء هذا القراء قد تفيد مثلا نحن نعرف طبقة الرابي وعصره وأساتذته يعني مشايخه من نقل منهم وتلاميذه يعني من نقلوا عنه خب إذا نجمع كل هذه الأمور قد يعطينا سورة ليس سورة تعطينا القطر ولكن ربما وثاقة أن نعرف مدى ضبط الرابي مدى إتقانه في نقل الرواية أو مثلا كمية رواياته هل نقل روايات كثيرة يعني كان شخصا معروفا لدى علماء أرباب الحديث كم كان فضله وعلمه فيقول هذه الأمور الأربعة تؤكد مسألة صدور الرواية وهذا مهم لأجل هذا لا بعث الإنسان يحصل إلى خطب المتأخرين فكما تعرفون لا نريد أن ننهي المسألة بمجرد شهادة من هؤلاء المتأخرين لا نريد أن نقول نحن نستفيد من البحث العلمي عندهم الذي يؤطينا قراء حتى نكون واثقين بالصدور الرواية كتاب الجامع الرواية للشيخ المحقق العردبيلي يعني المعروف المقدس العردبيلي ترائف المقال في معرفة طبقات الرجال ترتيب الأسانيد أو تجريدها لآيت الله الجردي معجم رجال الحديث للسيد الهوي رحمه الله هؤلاء عندهم هذه الكتب وهذه الكتب مفيدة ولكن أكرر مرة أخرى ليس الاستفادة من هذه الكتب مثل الاستفادة من رجال الكشي ونجاشي وفهرست الشيخ وكذا نستفيد من هذه كمصادر علمية لتجميع القرائن التي ربما يعطينا تؤطينا قناع بأن هذا الخبر موثوق الصدور أنا أنهي الدرس هنا وأشكر الله سبحانه وتعالى أشكر حسن انتباعكم موثوق